لا احنا زميل العالي سالفتنا سالفة يعني البعض ترى متفائل بـ 2026 ثمان منتخبات من آسيا بس من هذا المكان اقول لك احنا وضعنا صعب يعني ضمن الاثمان يمان الصعب لا والله واذا بقين على التحطيط ست مقاعد محجوزة ست مقاعد محجوزة تبقى تصارح على مقاعدين نحددين كوريا استراليا اليابان ايران السعودية قطر اي ستة عندك الامارات اوزباكستان الصين واذا تتوين ادري الجنة مدرب اسباني وبدأنا نحضر اشتغلين فيتنام كلها تتطور الاردن يعني تتطور بس قطر هذا مستوها ما اعتقد بعد يسرع عندها منتخب لا توريها قوي قطر وصولها المرة الاولى لكيس العالم مواهب ما عادة استاذ راعد لا هذا المنتخب بعد بي يعني عماره بترى صغيرة مو شبيرة بس المستوى كل شيء بالنازل يعني منتخب هاي رهبة المباراة الاولى واذكر احد اللاعبين اللي شاركوا مع منتخبنا عام 86 استاذ الابل وديات خسره وثلاثة واربعه شنو صح صح قال احنا طبعا هنا احنا لعبنا مع فلامينغو في بغداد لعبنا مع فلامينغو في برازي لعبنا مع تشلسي في بغداد لعبنا في بغداد مع منتخب الديناموك يعني اعداد ممتاز وعلى اعلى مستوى اول عشر دقائق ماردي ذكر اللاعب اسمه يقول اول عشر دقائق الفريق كله يرجف ونحس انه احنا محاطر جانع القاع مع منتخب مثل اورقواي يعني منتخب يعني بارقواي بارقواي كاركت فيه تصفيات الاوروبية يعني فريق اصبح عنده تجربة تقريبا واصبح عنده يعني احتكاك على مستوى عالي لكن كل هذا اعتقد بالاضافة لهذا طبعا التأثير الاعلامي اللي اشتغل بصورة سلبية يعني دون ان يدري اشتغل بصورة سلبية عكسي على لاعبين يعني مهمتهم في غاية الصعوبة وقت نحكم على المنتخب القطري بعد المباراة الثانية لا هو يعني المنتخب القطري اعتقد يعني يمكن ان نقول انه ودع تقريبا لان هو فرصة كانت فرصة الاكوادور يعني انت عندك هولندا وعندك السنغال وانت شفت السنغال ترى في فترة من الفترات كانت افضل من هولندا افضل من هولندا والاهداف جاءت في الدقائق الاخيرة دقيقة 84 واعتقد الدقيقة 109 او 99 دقيقة 99 اجل هدف الدقيقة 99 فايضا السنغال فريق قوي جدا وتتعرف المواهب الافريقية يعني وهولندا يعني انت خلي بالك هولندا وامانيا ممكن يلعبون اذا السنغال يقول كاس العالم ونلعب المحليين شوف شوف خلي بالك انه المانيا وقطر ممكن يلعبون بطول ابياناتهم من صينية ما البقلاء يعني لا اكثر ولا اكثر اليوم مشهور